السلام عليكم ومرحبا بكم في النووي الفيديو ان شاء الله الفيديو تنهار اليوم تلقاكم بخير وعلى خير كما راكم تشاهدو في الصورة راه هو وقت الفلفل الحلول الفلفل الحار والطماطم في خنشلا راه منديرو بخمسالاف وبستالاف ماكسيمم وبالتالي لازم نقتنمو الفرصة ونحضرو بيهم عدة امور درج تشوفوهم في هاد الفيديو نبدو بالحلو من بعد نشويكم بالحارة نحبكم اخواتي وخابتي ما نشويكم موالو دونك لهنا راح نحضرو صلاطة ماشي حارة احلوه وشانا راحين نديرو نحكمو حبيبات تاع الفلفل الحلو ديالنا انا لهنا الاسرة ديالي تغيطا دونك ما حكمتش بزاف اكمتش فيهم غير خمسة حبيبات نحيط لهم الريصان ديالهم يعني فرغتهم هاد الامر راح يساعدنا بالبزاف هاد التبيرة تاع الوالدة ديالي ربي يحفظها لي يعني هكدا خير ما نحصلو فيه من بعد وشانا نديرو كثاني خطوة انا رايحين نحكمو شوية زيت زيت تال قليان زيت نباتي بالاستعانة بامبانسو ندهنو كامل هادوك الحبات ديالنا هاد الصلاة اخياتي كانت تديرها هماما وشحل نحابها في فصل الصيف هاي اللي كله ندهنها كامل الفلفل تاعنا يعني ملفوق وملتحتها ورح نحطوه يتشوى فوق الطاجين انا اللي هنستعملت هالطاجين تعال الحديد ولا عندك مقلق ديما ولا الادات اللي ملفاط شوي عليها الفلفل بعد ما تشوى من تحت راح نقلبوه يتشوى لي من الفوق من بعد حنحطوه في علبة زجاجية من المستحسن لكن للاسف من بين العدد سيئة تعنا انو نحطوهم في كيس بلاستيكي تعرفوني انا ما معادة سيئة نتقسمها معاكم ومتديروش كي مادر ثانية من بعد يعني كي دينا هذيك القشرة راح نحوها ونديرو لها سنينات تاع التوم وحنا تحصلنا على صلطة صيفية رائعة هي تندير بزيت الزيتون انا مادرت لهاش يعني كل واحد يدير في الصحن ادياله لانو عندي ما ياكرش زيت الزيتون ورافقتها بكسيرة الله 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 تعاع يعني اسميد مشي تاع القمح واش نحكي لكم هاذا اوكلات الصيفية انا نحبهم نموت عليهم ولو كان نلقى يعني يكونوا حاضرين كل يوم ليما لا وثاني حاجة راح نحضروها بالفلفل الحار اللي هنايا الحميس نفس الطريقة انا نحتمدها نفرغ الحار دياني من الداخل شويه مع الطماطيش ساعة تلقاه ونيدرتوه في الروبو يما تقاسمت معاكم بيجا وساعات نديرو غير بيدية ساديبون انا والوقت المهم نتحصلوا على اللولة كانت صلطة حلوة واللي هنايا حميس حار وهذا الحار يخياتي يشوي ما نحكي لكمش وبما انو احنا يعني افراد الاسرة ديالي عفوا يعني صغيرة يجيب لي الزوجة هكدا كميات كبيرة جو بخير ندير هات الحواج نحطهم في الثلاجة وميفزدوليش الحاجة الثالثة اللي راح نديروها راح نحضرو تيكتوكا 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 تعيين اللي هنا خلط بين الفلفل الحلو والحار ولكنتم ما تقدرو تديروها غير بالفلفل الحلو ما تديروش الحار كامل انا يعني هكدا نفضلو ناكلوها لانو نرافقها مع دفخيت ولا يعني قوليا نيتو اللي هنا استعملت الزوج حبات طماطيش كبار وسنينات بتاع التوم جبت الطنيج راديالي درت فيها التوم الزيت اولا من بعد التوم راح ندبلوه شوية برك ما نخلي واش كامل يتحرق باش يتلقلنا العسارة ديالو في هذه الزيت اكدو نعاود ندخلوه شي يتحرق بس كو الماكلة راح تولي مرة نهبط الفلفل اللي حلو ديالي والحار اللي طبعا راهم مغسولين ومقطعين شرائح كما راكم تشوفو نهبطهم انا خياتين دير مباشرة ما مكانت تدبل الفلفل اللي حلو قبل من بعد باش تنزل الطماطم ولكن انا اللي هنا استعملت لكوكوت عصر السرعة عشر دقايق وهي كانت طيبة من بعد هبط كما راكم تشوفو الطماطيش ديالي اه فالا التوابل وش راني رايح ندير درك تشوفو يعني في الصورة من سبقوش لاحدات قلت لكم اللي هنا درت الطماطيش ديالي ومن بعد التوابل وش درنا غير الملح والفلفل اللي كحل وانا من ديش طماطي مصبرة يعني كي نقدر هني غين طعقين اليوم كي نقدر نستغنى عليها نستغنى عليها بعد عشر قايق تشكوكا ديالي كانت طيبة كاين اللي يحب يزيد لها البطاطا كانت تديرها لنا جداتي اللي يرحمها بالبطاطا وتجيب زاف بنينة يعني كما قولو نزودو كي تكون العائلة كبيرة وكاين اللي يزيد يفقس فوقها كما تقول ماما ولا دلجاج ولا البيض كما راكم رايحين تشوفو في هاد الصورة كيف كيف تعطي مذاق روعة روعة هاد الاكولات الصيفية مليح كي يكونوا عندنا فضل انا هديك تشكتوكا حضرتها متنا ونهاش حطيتها في الثلاجة لنهار واحدة اخر كنت درت يعني قليان رافقتها مع هديك تشكتوكا خير ما يعني كيكونوا عندي عقدة كميات كبيرة من الفلفل الحلو والحار والطماطم خير ما يفزدولي والحاجة الموالية دي كنت حضرتها هو هادك الفلفل الحار اللي يحبوه ناس داري لياكلوه مع طعام وشخاشخ اللي هنا يا حكمت الحار ديالي كنت اغسلتو فرغتو من الداخل حطيتو على لوحة التقطيع فرغتو كي ما راكم تشوفو يعني نحيت له الراس ونقصلو هديك الزريعة بش ما يجيناش حار بل بزاف ولا انا خياتي ننصحكم باستعمال القفازات ولا ليغان سيختو كي ما احنا اللي عندنا دراري ولا اخدكم لي عندها الحساسية واحد الخطره ما استعملتو مش او حكيت عيني وش نحكي لكم الدموع ولا ويش رشف وحدهم كيكون الحار بزاف راكم ما نلقوش بروحتينا للتهلوكا ما في هاوالو ندير ليغان ونحمي روحي اوليك الحار ديالي بعد ما قطعتو راح نحتاجو الزيت الخل التوم والملح الزيت خل توم والملح التوم حسب الرغبة خياتي تحبو ديرو بزاف تديرو شوية كل واحد وش يحب انا ندير يعني عادي لانه افراد الاصادية ليغان ميحبوش توم بزاف هات الطريقة كنت قسمتها معاكم ولكن وش عليه نعاودها في الاعادة افادة الزيت والخل الخياتي هي كي ما نقولون ديرو كيلة تاع الزيت وربع كيلة تاع الخل ما نعمروش حتى للفوق راكم تشوفو في الحجم من بعد كي تولي تغلي نقلقو عليها خمس دقايق فلا كوكوت راكم تشوفو فيها كيفاش تضاعف الحجم تاع الزيت والخل الطريقة تلقوها مفصلة في القناة وحنا تحصلنا على مخلل تاع الحار وش نحكي لكم انا درت عيدة علب صغيرة ما تديروش علبة كبيرة لانه يفسد هقدر ديرو في علب صغيرة وهديك البلاستيكية ما تديروش كي ما انا توما تعنيك انا درتها بس ك يعني درتها بالخميس بالجمعاء كنا رايحين الدار الشيخي يعني احنا نديها وانا رايحين نتناولوها ولكن باش تحتفظوا بها ما تديروش في البلاستيك فهذا موذير بصحتكم وبصحتنا احنا كامل ان شاء الله الوصفات الخفيفة الضريفات على نهار اليوم يكونوا عجبوكم وما زال عديد من الوصفات بالفلف الحار والحلو والطماطم نشاركهم معاكم ان شاء الله نقولكم هنا سلام سلام اشتركوا في القناة